كفنانين عمتا محطوطين في حتة عندنا فرصة ان احنا نساعد الاخرين فلو انا اقدر اقول الحاجة اللي حصلتلي وفيد بيها غيري وخليهم يتشجعوا انهم يغيروا من نفسهم او انهم ما يكسفوش انهم يروحوا الدكتور او الاكسبرينس بتعطي تفكي لهم مشكلة عندهم انا اه ممكن اقامل كده اروى جودة بتؤدي في مسلسلها الجديد صانع الاحلام شخصية طبيبة نفسية فيا تارى ايه هي اول شيء بتعالجوا في نفسها كان اهم الحاجات ان انا كنت بشتغل على الصبر ان انا ما كنتش بتعصب بسرعة او الحاجة لما بتحصل حواليا مش على مزاجي ان انا اعرف ان انا اتقبل انها مش مشكلة انها مش على مزاجي فدي من الحاجات اكتر حاجات اللي انا طول وقت بشتغل عليها اروى مدافعة كوية عن حقوق المرأة وخصوصا بموضوع التحرش اللي حبينا نسألها عندهم قدته بضهر ايدي قدته بالقلم يعني بس كده بس هي مش كل مرة بيبقى حظي حلوي يعني انا يمكن كان حظي حلوي انه هو كان ولد صغير ومعرفش يرد علي بس ممكن حد تاني يقوم هو ضربني برضو بس انا كانت جات يعني من غير مفكر اتدورت وضربت على طول تزهد في الفترة الاخيرة الهجوم على الفنانين والفنانات فمهرض ضهر السوشال ميديا سهلت يعني فتحت المجال لأي حد ان هو ينتقد ويقول على مزاجه وساعت ما بيبقاش فيه رقابة على الكلام ده فدي جريمة يعني بيحاكم عليها الناس برا مصر وبرا الوطن العربي يعني عمتا انا اتمنى الناس بس الحاجة اللي هم حابين يقولوها ايا كان ايه هي بس تتقل بطريقة هادية شيئا برا مكالة الاعمال بالدراما المصرية الى انها متفاعلة جدا بالمستقبل ولا هي دراما المصرية عدد الاعمال قل بس ده فتح ابواب المصرح وفتح ابواب السينما اكتر فا يعني احنا عندنا مخزون فني عايزين نعبر به فالحمد لله بيتكه في اماكن مختلفة ومش بضرورة حاجة وحش عايزة انتكراه شيئا محمد رمضان بيذكر دايما انه نمبر وين فمن طرف المقدمة؟ الله يرحمه احمد زكي انا بحب احمد زكي جدا